بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان مواضع مقترحة في الرياضيات في الدوال لبكالوريا 2017 رقم 23 أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة سيرو اقتصاد لأنه تمرين رائع حيث قال جدول التغيرات المقابل لهذا هو جدول التغيرات للدال لأف المعرفة على المجال من ناقص 1 إلى زائد ما لنهاية بالعبارة قال ليكن سي أف تمثيلها البيان في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنة قال واحد بيّن أن معادلة دالتا المماس للمنحنة سي أف في النقطة ذات الفاصلة واحد هي هي إيغرق يسعي ناقص إكز زائد ثلاثة ثانيا قال جي هي الدالة المعرفة على المجال من ناقص 1 إلى زائد ما لنهاية بالعبارة جي لإكز تسعي ناقص إكز في أسية 1 ناقص إكز زائد واحد على السطرة أليس قال أدرس اتجاه تغير الدالة جي بقى لأحسب جي لإكز ثم استنتج إشارة جي لإكز على المجال من ناقص 1 إلى زائد ما لنهاية ثالثا قال أرش هي الدالة المعرفة على المجال من ناقص 1 إلى زائد ما لنهاية بالعبارة A ل X تساوي لنا X زائد 1 في أسية 1 ناقص X زائد X ناقص 3 قال ألف لاحظ أنه من أجل كل عدد حقيقي X من المجال من ناقص 1 إلى زائد ما لنهاية أن A ل X تساوي لنا F ل X زائد X ناقص 3 ثم استنتج أن limit A ل X لما X يولي إلى زائد ما لنهاية تساوي لنا زائد ما لنهاية با قال بيّن أنه من أجل كل X من المجال من ناقص 1 إلى زائد ما لنهاية أن A ل X تساوي لنا G ل X يعني لما نشتقد دالة A ل X نجد هذه العبارة ثم استنتج جدول تغيرات الدالة A جيم قال تحقق أن المعادلة A ل X تساوي لنا 0 تقبل حلا وحيدا في المجال من ناقص 1 إلى غاية زائد ما لنهاية ويطلب تعيينها دال قال حدد إشارة A ل X ثم استنتج وضعية المنحنة C F بالنسبة إلى المستقيم دالة يعني كل هذه الأسئلة من هنا إلى غاية هنا هدف وهو دراسة وضعية المنحنة C F مع هذا المستقيم دالة ها وأخيرا قال أنشئ كلا من المماز دالة والمنحنة C F إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال بين أن معادلة دالة هي هذا المماز إذن نكتب هنا البرهان أو التبيان إذن البرهان أن معادلة المماز دالة هي هذه التي أعطيت لنا هي X Y يسعي لنا ناقص X زائد ماذا زائد ثلاثة كما تعلمون أبنائي أن معادلة المماز في الحالة العامة هي Y يسعي لنا ماذا F فتحة لماذا ل X صفر في X ناقص X صفر زائد F ل X صفر X صفر هي الفاصلة هذه معناها نعوذها هنا ونعوذها هنا ونعوذها هنا ركزوا أرجوكم فماذا ينتجي يصبح لنا Y يساوينا F فتحة لواحد في X ناقص واحد زائد F لماذا لواحد هنا أكيد نعوذ في الدالة وهنا نعوذ في المشتقة لكن المشتقة لا نملكها معنا إلا القيام بمشتقة هذه الدالة F إذن عندنا لاحظوا جيدا عندنا أن F لX ماذا أعطيت لنا أعطيت لنا هي X زائد واحد في أسية واحد ناقص X هذه الدالة الآن لاشتقاقها هنا لا تنسوا يا أبنائي أن يوجد لنا جداء دلتين ها هي U في V هذا عبارة عن جداء أحذر هذه الدالة خطية أو دلة ألفية وهذه الدالة الأسية في إذن U في V مشتقها ماذا يساوي كقانون يساوي لنا مشتقل أول مشتقل U في V زائد مشتقل ثاني في الأول إذن المشتق جداء دلتين إحذروا إذن نصبح لنا هكذا نصبح لنا F فتحة لX تساوي مشتقل X زائد واحد ما هو؟ المشتقل X هو واحد ومشتقل واحد هو سير إذن مشتقل أول في الثاني اللي هو واحد ناقص X زائد ما هو مشتقل دلت أسية في الحالة أسية؟ إذا قلنا هكذا أسية F هي F فتحة في أسية F معنى مشتقل الذي يكون في الأس مشتقل هذا الجزء ما هو مشتق واحد ناقص X؟ الواحد نشتقه هو صفر ومشتق ناقص X هو ناقص واحد إذن هكذا إن مشتق هذا الذي في الأس في العبارة تعدون كتاباتها ركزوا في أسية واحد ناقص X إذن مشتق الآن الثاني في الأولي الأولي هو ها هو أمامكم لهو ماذا؟ لهو X زائد واحد نكمل الآن نصبح لنا F فتحة لX ماذا يساوي؟ لاحظوا نقطة نقطة ما رأيكم أن نستخرج هذا وهذا عام المشترك؟ ماذا يبقى لنا هنا لما نستخرج هذا عام المشترك؟ أكيد في هذا المكان يبقى لكم واحد وفي هذا المكان يبقى لنا ناقص واحد نظروف في هذه القيمة حتى تفهموا جيدا تصبح لنا واحد ناقص أنشروا هذا في هذا تصبح لنا ناقص X ثم هذا في هذا لهو ناقص واحد في أسية واحد ناقص X أولا يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا F فتحة لX يساوينا ماذا يساوينا ناقص X في أسية ماذا واحد ناقص X إذن هذه هي مشتقة الدل F فيها الآن نعوذ بماذا فيها نعوذ بالناقص بالواحد حتى تفهموا جيدا وأحذركم وأعيد إنها جداء دلتين قانونها لا ينقول مشتق الأول في الثاني لا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول لأن الكثير يقول مشتق هذا في هذا وهناك خطأ جسيم احذروا منه الآن نعوذ الآن بF فتحة لواحد تصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص فما عوذ هنا بواحد في أسية واحد ناقص واحد تصبح لنا ناقص واحد في أسية الصفر وأسية الصفر معروفة إنها واحد تصبح معناه ناقص واحد إذن نصبح لنا إيقلق يساوي ناقص واحد لأن هذا الجزء كليا لاحظكم وجدناه وجدناه ناقص واحد في X ناقص واحد زائد F لواحد F1 هنا الأمر بسيط عوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد فماذا ينتج؟ يصبح لنا يسوينا إثنان في أسية ماذا؟ في أسية سفر وأسية سفر معروفة واحد يصبح لنا إثنان في واحد لإيه إثنان إذن هنا كليا هي إثنان ثم نكمل وعلينا أن نصل إلى هذه القمة أو هناك خطأ فيصبح لنا Y يسوي هذا في هذا إنه ماذا؟ إنه ناقص X وهذا في هذا إنه زائد واحد ثم زائد إثنان فأصبحت لنا y كم يساوي ناقص x زائد ثلاثة وانظروا إلى هذه القيمة وقارنوها مع المطلوب نقول ومنه معادلة ماذا؟ ضالطة هي هذه التي طلبت بنا يقول أحدكم ما هي الأشياء التي نكتبها في ورقة إجابة؟ نكتب كل هذه المراحل إلا هذا القانون إن أردتم تكتبوه تكتبوه أما هذه عليكم أن تروا للمصحح كيف وصلتم إلى هذه المشتقة وهنا كيف حدث عملية التعويض فقط أبنا لي بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى الجزء الآخر ثانيا قال g هي الدلة المعرفة على المجال من ناقص 1 إلى زائد من النهاية بالعبارة g لx يساوي من ناقص x في أسية 1 ناقص x زائد 1 على السطر ألف قال أدرس اتجاه تغير الدلة g إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدلة التي اسمها g لاحظون أن ننطلق هنا بما أن قال أدرس اتجاه لم يقل أدرس تغيرات لو قال التغيرات لنطلقنا من النهاية لكن بما أن اتجاه ننطلق مباشرة من المشتقة إذن نقول الدالة g قابلة للاشتقاق على المجال الذي أعطينا له من ناقص 1 إلى زائد من النهاية هكذا ودالتها المشتقة هي هي ماذا هنا كذلك نحذر صبحنا g فتحة لx تساوي هنا كذلك عندنا جداء دلتين لاحظوا أعطيت لنا g لx تساوي هنا ناقص x في أسية ناقص واحد عفوا واحد ناقص x ثم زائد واحد هذا أكيد لما نشتقه ثابت يذهب إلى صفر أما هذا نطبق عليه e في v مشتق ماذا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول لأنه عبارة عن جداء دلتين تعالوا ننطلق فتصبحنا مشتق هذا مشتق الناقص x أكيد هو ناقص واحد مشتق الأول في الثاني في واحد ناقص x ليس في مشتق الثاني قلت في الثاني ثم زائد مشتق الثاني مشتق هذا الدلس يقولنا مشتق الذي في الأس الذي في الأس هو ناقص واحد في العبارة نعيد كتابتها وهي واحد ناقص اكس في الأولي في اي حتى نفهم جيدا إذن مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني هذا مشتق الذي في الأسل هو ناقص واحد في العبارة ثم في الأولي نكمل الآن فتصبحنا جي فتحة ل اكس ماذا يساوي هنا يمكن كذلك أن نستخرج هذا وهذا كعامل مشترك كما أقوم فتصبحنا ماذا تصبحنا ناقص واحد ثم عندي هذا ضرب هذا ماذا يصبح تصبحنا زائد ماذا زائد اكس في أسية واحد ناقص اكس الآن ها قد وصلنا الآن أبنائي إلى ماذا إلى المشتقة أنهيناها الآن إشارة الآن جي فتحة ل اكس من إشارة ماذا من إشارة ناقص واحد زائد اكس لماذا لأن أسية واحد ناقص اكس هذه مهما كان اكس إنها مجابة مهما كان اكس ينتمي إلى هذه مجموعة التعريف فإنها مجابة حتى لو كان يمسح كل ار تبقى مجابة لأن الأسية شيء مجابة الآن تصبح لنا ناقص واحد زائد اكس إذا جعلناها تساوي السفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا اكس كم يساوي يساوي لنا واحد بعدها نشكل جدول إشارة بسيط الذي من خلاله سوف نعطي إشارة إشارة مشتقة هذه الدلة لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم لأن الأمر هنا يحتاج إلى نوع من التركيز إذن أولا عندنا إكس قلنا من ناقص واحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية وعندنا هنا جي فتحة لإكس أين تنعدم؟ انظروا تنعدم عند واحد إذن ها هو واحد إذن هكذا إنها عبارة هذه العبارة من أي درجة من الدرجة الأولى انظروا هنا هنا نقول نفس وهنا عكس نفس ماذا؟ نفس العدد المضروف في الإكس إشارته هنا كيفها؟ في الإكس ليس النقص واحد احذروا العدد المضروف في الإكس هنا كيف هو؟ موجب فنقول من هنا نفس ومن هنا عكس قال اتجاه التغير نقول الدالة لاحظوا نقول الدالة جي كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال ما هو؟ من الناقص واحد إلى الواحد هكذا وماذا؟ ومتزايدة تماما على المجال ما هو؟ من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية وهنا نجعل المجال كيف هو مغلق لأن الدالة معرفة عنده بعدها نتطرق الآن إلى السؤال الآخر إذن السؤال الآخر سوف نتطرق إليه لكن أحببت أن أخذ معي هذا الجدول حتى نختزل بعض الأشياء لاحظوا أتركه هنا قال بأحسب جيلي واحد إذن نكتب هنا حساب جيلي واحد جيلي واحد معناها هي العبارة أمامكم وتعالوا نعوذ بجيلي واحد لأنها هو جيلي واحد يعني هو الذي يعدم لنا هذه المشتقة إذن هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد فماذا ينتج؟ تصبح لنا جيلي واحد ماذا يساوي؟ يساوينا ناقص واحد في أسية صفر زائد واحد بس بحنا هذا معروف أنه واحد واحد في ناقص واحد إنه ناقص واحد زائد واحد يساوي لنا الصفر لاحظتم؟ إذن جيلي هذا الواحد كم؟ إنه الصفر ثم ماذا قال؟ ثم استنتج إشارة الجيلي إكس إذن نكتب هنا استنتاج إشارة ماذا؟ الجيلي إكس هنا ما علينا أبني إلا إكمال جدول التغييرات وبدون ملء النهاية لاحظوا حتى تلاحظوا كيف نجيب على هذا السؤال يا أبني لما يتعلق الأمر دائما بإشارة الجيلي ليس الجيلي فتحة هنا ما أمركم به هو جدول التغييرات لأنه سوف يظهر لنا كل النتائج الآن إذا جئنا إلى هنا وقلنا هنا ها هي الجيلي إكس نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنها تنزل هكذا ثم ماذا؟ ثم ماذا يحدث لها؟ ثم تسعد هكذا قلنا أولا ما هي صورة الواحد هذه؟ بالدلا جي وجدناها كم؟ وجدناها أنها صفرة لاحظوا الآن لهذا قال استنتج إشارة الجيلي إكس انتبهوا إذن قلت هنا من الجدول لاحظوا من هنا نزلت إلى الصفر ثم أعادت الرجوع لا يهم القيم التي انطلقت منها ما هي آخر قيمة وسط لها القيمة الحدية؟ الصغرى إنها محلية إنها كم؟ إنها صفر نقول من الجدول من الجدول نجد أن ماذا؟ أن جيلي إكس قيمة كيف هي؟ موجبة ليس تماما لأنها تصل إلى الصفر وصلت حتى إلى الصفر يقول أحدكم وإن لم ننتبه إلى الجدول ماذا نفعل؟ تقول القاعدة بما أن هذا هي قيمة حدية محلية للدال لماذا؟ لأن هذه الصفر أصبحت هو صورة القيمة التي تعديم مشتقة فإن مباشرة مباشرة أنها هي آخر قيمة أي يمكن أن نقول الصفر هو قيمة حدية كيف هي؟ محلية لدال محلية نضيف لها كلمة صغرى إذن محلية صغرى لدال ماذا؟ لدال عند عند النقطة ذات الفاصلة من هي الفاصلة؟ لهي الواحد معناه مشتقة تنعدم عند الواحد فإذا بما أنها تنعدم عند الواحد فإن هذا الصفر يصبح هو قيمة حدية محلية صغرى أي أن كل قيم الدالجي تكون فوق هذا العدد مما يعطينا أن الجيل إكس تكون أكبر أو يستويلنا صفر أو يمكن أن تختصروا الأمور ذي كليا في جدول لأنها تظهر لكم فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وتذكروا أكيد سوف ينفعنا في الدالة لاحظوا جاء ثالثا قال A هي الدالة المعرفة على المجال من النقص واحد إلى لنزع الدالة بالعبارة X لX تساوينا X زائد 1 في أسية 1 ناقص X زائد X ناقص 3 لا أقال لاحظ أنه من أجل كل X من المجال من ناقص 1 إلى زائد ما لنهي أن X لX تساوينا F لX زائد X ناقص 3 إذن قال لاحظ فقط إذن نقول نلاحظ أن ماذا أن نلاحظ جيدا أن عندنا X قال لX ماذا تساوي تساوينا 1 أو X X زائد 1 في أسية 1 ناقص X ثم عندنا زائد X ناقص 3 ألا تلاحظون أن هذه القيمة هي نفسها هذه وهذه F نعم إذن لكن لدينا أن ماذا أن F لX تساوينا X زائد 1 في أسية 1 ناقص X إذن هذه نعوذها بهذه نقول ومنه ماذا ينتج ومنه X لX تساوينا هذه قلنا هي لمن لأف إذن نصبح ناقص X لX ساوينا F لX زائد X ناقص 3 فقط أبنائي ثم الهدف منه قال ثم استنتج للمت إذن نقول استنتاج استنتاج أن للمت ماذا للمت حالة تتمتعي لاحظوا جيدا إذن تصبح لنا هكذا للمت X لX أكيد لما X يؤل إلى زائد ماذا تساوي تساوي للمت F لX زائد X ناقص ثلاثة أكيد لما X يؤل إلى زائد ماذا لذن نهاية لماذا لأن نلاحظوا قلنا X لX تساوي F لX زائد X ناقص ثلاثة لكن ماذا نملك لكن لاحظوا جيدا لكن لمت F لX لما X يؤل إلى زائد ماذا عفوا إلى الزائد ماذا نهاية انظروا X يؤل إلى زائد ماذا تخيلوا هذا ها هي نهايته وعوضوا الآن بهذه في هذا المكان دقيقوا فقط إذن هذه أعطت لكم صفر ها هي أمكم لما كان يقول إلى الزائد مناهية أصبحت كم صفرة إذن هذا ذهب إلى صفر وعوضوا هنا حسبة تلاحظ بنقطة الحمل عوضوا هنا بالزائد مناهية هنا صفر انتهى الأمر هذا صفر عوضوا هنا بالزائد مناهية زائد مناهية ناقص ثلاثة ليس فيه إنما جمع المال نهاية مع الجمع لا تتأثر تصبح لنا كم؟ تصبح لنا زائد مناهية هل وصلنا إلى المطلوب؟ نعم إذن لاحظوا أعيد هذا نهايته ها هي إنها الصفر عوضوا الآن هنا تصبح لنا زائد مناهية ناقص ثلاثة لا تقول ناقص مناهية لأنه ليس فيه لو كانت ناقص ثلاثة فيه زائد مناهية هنا أكيد نقول تساوي ناقص مناهية لكن جمع لا تحدث مثل ما بحر مع ثلاث قطرات تبقى نقول بحر لا نقول بحر وثلاث قطلات إنما نقول بحر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال با بيّن أنه من أجل كل إكس من المجال من ناقص واحد إلى زائد ما أنه آش فتحة لإكس تساوي جي لإكس إذن نكتب هنا البرهان أو التديان البرهان أن آش فتحة لإكس تساوي جي لإكس لاحظوا ماذا نقول لدينا ماذا نملك؟ نملك أنه آش لإكس تساوي لنا ماذا؟ انظروا تساوي لنا آف هكذا آف لإكس زائد إكس ناقص ثلاثة إذا وضعنا هنا آش فتحة لإكس إذا وضعنا هنا فتحة عفوا إذا وضعنا هنا فتحة فنضع هنا كذلك فتحة لما أنها عبارة عن مجميع تصبح هنا مشتق يصبح هنا مشتق هذا زائد مشتق هذا ليس في إنما الجميع تساوي لنا آف فتحة لإكس زائد اشتق هذا كم؟ إنه واحد واشتقوا هذا إنه ثابت يعطي لنا الصفر الآن فماذا يصبح؟ صبحنا آش فتحة لإكس تساوي الآن فتحة لإكس حسبناها في معادلة النماز ها هي إنها ناقص إكس في أسية واحد ناقص إكس ثم عندنا زائد واحد وهذه لو ندقق معها ها هي اللي هي جي لإكس يعني دون أن تتعبوا وقول لكم صبحنا آش فتحة لإكس ماذا يساوي؟ يساوينا جي لإكس يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ لاحظوا عندنا قلنا أن ها هي أمامكم أن آش لإكس يساوينا آف لإكس زائد إكس ناقص ثلاثة إذا اشتقنا هذا الجزء يصبح يساوينا مشتق هذا الجزء الآن هذا إذا وضعنا هنا فتحة فنضع هنا فتحة ونضع هنا فتحة مشتق آف فتحة الآف هو ها هو لهو ناقص إكس في أسية واحد ناقص إكس ومشتق الجزء هذا المتبقي أن مشتق الإكس هو واحد ومشتق الناقص ثلاثة هو السفر الآن هذا الذي نتج هنا ما هو أليس هو الجي؟ نعم إنه الجي ثم ماذا قال؟ ثم استنتج جدول تغيولات أولا نقول ومنه ماذا؟ إشارة آرش فتحة لإكس من إشارة ماذا؟ من إشارة الجي لإكس أي ماذا نملك؟ أي أنه لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذن ماذا نقول ومنه ماذا؟ نحن نعلم أبنائي أنه ماذا؟ أنه عندنا أنه جي لإكس أثبتناها أنها أكبر أو تسوي صفر أي أنه آرش فتحة لإكس كيف هي أبنائي؟ إنها قيمة مجابة لماذا؟ لأنه قلنا أنه آرش فتحة لإكس يسوينا جي لإكس و جي لإكس قد أثبتناها في الأسئلة التي من قبل أن جي لإكس أكبر أو يسوي لنا الصفر إذن هنا ماذا نقول ومنه الدالة آرش كيف هي متزايدة تماما على مجال التعريف لهو من ناقص واحد إلى زائد ما لا نهاية ثم جاء السؤال الذي بعده قال ثم استنتج جدول تغيرات دالة آرش إذن هنا ها هو الجدول إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها آرش لكن على المجال لهو من ناقص واحد إلى الزائد ما لا نهاية إذن عندنا هنا إكس ناقص واحد وهنا عندنا الزائد ما لا نهاية وعندنا هنا آرش فتحة لإكس قلنا إنها قيمة مجابة وعندنا هنا مجال الصور لهو آرش لماذا لإكس إذن فهنا يكون هكذا حسبنا النهاية عند الزائد ما لا نهاية للآرش فوجدنا printed بل إنما استنتجناها ها هي أمامكم حتى لا تقولوا ها هي استنتجناها إذن قال استنتج أنها زائد ما لا نهاية بقي لنا الآن أن نقوم بهساب صورة الناقص واحد بدل آرش إذن هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد هذه كليا يذهب إلى الصف لأن صفحنا صفر في أسية الصفر معنا صفر في واحد وهو صفر ثم عندنا هذا مع هذا اللي هو ناقص واحد وناقص ثلاثة صفحنا هذا كم؟ ناقص أربعة إذن هنا نعوذ بماذا؟ بناقص أربعة فقط أبنائي بعدما أنا هنا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الآخر إذن السؤال الآخر أبنائي ماذا قال؟ قال تحقق أن المعادلة آشلي إكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا في المجال من ناقص واحد إلى زائد من ها هي أنظروا إلى آشلي إكس هل يوجد لنا هنا الصفر؟ لما ننتقل من ناقص أربعة إلى غاية زائد من إنه يوجد لنا الصفر في الوسط لهذا قال آشلي إكس قال أثبت أنها تقبل حلا وحيدا من المجال من الناقص واحد إلى زائد من ثم يطلب تعينه يعني سوف يظهر ظاهرا إذن نكتب هنا أولا التحقق أن المعادلة وهي آشلي إكس تساوي السفر تقبل حلا كيف هو وحيدا في المجال ما هو المجال الذي طلب من ناقص واحد إلى زائد من هنا لما يذكر هذا السؤال ما علينا إلا مبارنة قيمة توسيطة نقول بما أن الدالة من الدالة آش مستمرة ومتزايدة تماما على المجال من ناقص واحد إلى زائد ما لنهاية؟ انظروا من هنا إلى هنا انظروا إلى الدالة إنها مستمرة ومتزايدة هذا الأمر أول وعندنا كذلك هو آشلي ناقص واحد تساوينا ناقص أربعة وعندنا ليمت آشلي إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لنهاية تساوينا كم زائد ما لنهاية فإن الصفر ينتمي إلى الصور هذه إذن فإن الصفر يعني جاء في هذا المكان إذن فإن الصفر ينتمي من ناقص أربعة إلى زائد ما لنهاية ماذا نقول؟ نقول حسب مبرهنة ماذا؟ مبرهنة القيم المتوسطة فإنها ماذا؟ فإنها المعادلة لهي آشلي إكس تساوي الصفر تقبل حلا كيف هو؟ لاحظوا في المجال الذي هو من ناقص واحد إلى غاية زائد ما لنهاية ثم قال يطلب تعيينه في طلب التعيين هنا تسمى الحلول الظاهرة كيف الحلول الظاهرة؟ معناه دائما الحلول الظاهرة هذه إما الصفر أو الواحد أو ناقص واحد دائما لما يطلبوا هذا الأمر يعني دون برهان يعني لا يوجد هنا حل معادلة حتى نجده مستحيل أن نقوم بحل هذه آشلي إكس ونضعها تساوي الصفر ونقوم بإيجاد الحل لا إنما يوجد حلول ظاهرة ما هي الحلول الظاهرة؟ ما رأيكم أنه عوض هنا بواحد لأن أكيد سوف يكون محصول ما بين النقص واحد والزائد ما لنهاية عوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد ماذا تصبح لكم؟ صبحنا آشلي واحد يساوي واحد زائد واحد اثنان في أسية صفر زائد واحد ناقص ثلاثة تساوي إنا اثنان في أسية صفر وهو أسية صفر معروفة أنها واحد فاصبحنا اثنان في واحد وهي اثنان زائد واحد ناقص ثلاثة تساوي إنا ثلاثة ناقص ثلاثة ويساوي صفر إذن من هو الحل؟ إذن الحل هو إكس صفر يساوي إنا كم؟ يساوي إنا واحد وأعيد يا أبنائي تسمى الحلول الظاهرة لما يقول مثلا أثبت أن المعادلة تقبلها دائما جربوا بالواحد أو النقص واحد أو الصفرة تسمى الحلول الظاهرة يعني لا يوجد لها برهن إنما تظهر مباشرة يعني بلغة زي العينك هي ميزانك هكذا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق إلى السؤال الآخر استنتاجي وركزوا معي وعودوا إلى كل ما قمنا بدراسته من قبل لاحظوا جيدا ماذا قال قال دال حدد إشارة أشلي إكس أولا نكتب هنا تحديد إشارة ماذا العبارة أشلي إكس أولا ها هو الجدول من الجدول نلاحظ هذا الأمر أولا قلنا أين تنعدم وجدنا أنها تنعدم عند ماذا عندما يكون إكس كم يساوي يساوي لنا الواحد يعني هذه أشلي إكس تساوي الصفر عندما إكس يساوي لنا الواحد إذن نقول من الجدول نلاحظ إذن ركزوا ها هو الصفر القيم التي تكون تحصل الصفر كيف هي تقوم ساليبة والقيم هذه تكون مجابا يعني يمكن أن نلخص هذا الأمر كليا في جدول بسيط لاحظوه معي أرجوكم إذن هكذا حتى وبعدها سوف نجيب على السؤال الآخر بطريقة جد جد بسيطة لاحظوا أن السؤال الآخر جاء الذي بعده استنتج وضعية لاحظوا سوف نضع هكذا إذا قلنا هنا عندنا إكس من ناقص واحد إلى أجزاء ما لا نهاية وعندنا إشارة الآش لإكس قلنا أنها تنعدم عند الواحد ها هو الواحد رمز الإنعدام ما تحت هذه القيم كيف هو ساليب يعني هنا ناقص ومن هنا مجاب لأن هذه القيم تقع فوق الصفر وفوق الصفر يكون القيم مجابا بعدها أبناء ماذا جاء؟ جاء السؤال استنتاجي قال ثم استنتج وضعية المنهنة بالنسبة إلى المستقيم دالتا إذن نكتب هنا استنتاج وضعية لاحظوا إذن استنتاج وضعية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المستقيم دالتا ماذا تقول القاعدة لدرس الوضع؟ نقول ندرس إشارة من هي إشارة؟ الفرق من هو الفرق؟ لهو أف لإكس ناقص إيجراج لكن ركزوا نحن عندنا أف لإكس ناقص إيجراج يساوي أف لإكس عندنا قيمتها أف لإكس نفسها هي أف لإكس ناقص الإيجراج قد أعطيت لنا في الأول وجدناها أنها هي ناقص إيجز زائد ثلاثة أدخل على هذه الناقص لأنها هو ناقص إيجراج معنى ماذا ينتج؟ ينتج لنا تصبح لنا هكذا تصبح لنا زائد إكس ناقص ثلاثة وهذه هي أبنائي أليس هي الأش لإكس؟ أليس هذا الفرق؟ لهو أف لإكس أف لإكس زائد إكس ناقص ثلاثة هو الأش لإكس يقول أحدكم أين هذا الكلام؟ سوف أريكم هذا الكلام لاحظوا ها هي الأش لإكس أش لإكس هذه القيمة لمن؟ إنها لأف لإكس معنى هذه أش لإكس هي أف لإكس أخرج من هنا ناقص عن مشترق ناقص في ناقص إكس زائد ثلاثة أليس هي أف لإكس ناقص إجراج؟ نعم إذن هذه الأش إشارة الوضعية إذن إشارة الوضعية من إشارة الأش لإكس إذن إشارة الفرق من إشارة ماذا؟ من إشارة أش لإكس لأن أعيد أف لإكس ناقص إجراج هي نفسها عبارة دل أش لاحظتم يعني كل هذا الأمور يعني هذه الجيل التي درست والأش التي درست هدف منها هو دراسة وضعية المنحنة سي أف بالنسبة إلى مماسيه ولهذا يمكن أن نأتي إلى إلى هنا ونضع هذا الأمر هكذا ونكمل الجدول بطريقة هكذا لاحظوا وهكذا وهكذا لأن الفرق هو نفسه إشارة الأش إذن نكتب هنا الوضعية في الوضعية ماذا نكتب؟ إذن هنا عندنا هكذا لأن قلت هذه هي نفسها عفوا هي نفسها أف لإكس ناقص إجراج إذن هنا نقول سي أف أسفل ماذا؟ أسفل دالطة وهنا سي أف فوق دالطة وهنا سي أف يقطع ماذا؟ يقطع دالطة أما إذا وجدتم هنا زائد وهنا زائد فقولوا فوق فوق هنا يمس إحذر أن تقوله يقطع لأن فرق ما بين شيء يمس وشيء يقطع هذا يمس أما هذا فيقطع وهناك اختلاف كاختلاف السماء على الأرض ها هي الآن الوضعية إذن قلت الهدف من كل الأسئلة التي طرحت هو دراسة وضعية المنحنة بالنسبة إلى المماس المماس دالطة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الجزء نأتي الآن إلى آخر سؤال قال أنشئ كلا من المماس وهو والمنحنة إذن أولا نأتي الآن إلى المماس إذا جئنا الآن إلى المماس عندنا إكس إجراغ نستعيل بالجوء المساعد إذا أعطينا لهذا الصفر فيصبح لنا الآخر ثلاثة هذا الأمر الأول وتخيلوا إذا أعطينا له واحد هنا واحد صبح لنا ماذا؟ صبح لنا اثنان لأن نصبح لنا ناقص واحد زائد ثلاثة وهو اثنان إذن النقطة عندنا صفر مع الثلاثة ها هو والنقطة الأخرى اللي هي واحد مع الاثنان واحد مع الاثنان ها هي ثم الآن ما لنا إلا الربط ما بينهم ها كذا هذا هو اسمه ماذا؟ اسمه دالتا حيث هو مماس عند الفاصلة كم قلنا عند النقطة ذات الفاصلة هنا كما أشير باللون الأسود عند النقطة ذات الفاصلة واحد عندنا كذلك الآن مستقيمة مقاربة عندنا أولا ها هو مستقيم مقارب لهو اي جراج يسيب صفر لماذا؟ لأن لميت آف لإكس لما إكس يقول إلى الزائد من أنها كم إنها صفر عندما نحسب النهاية عندما لنهي ونجدها عدد فنقول ذلك العدد مستقيم مقارب كيف هو أفوقي إذن ها هو اللي هو محور الفواصل بنفسه إذن هذا معادلته هي إي جراج يساوي الصفر عندنا كذلك أبنائي عندنا هذه القيمة الناقص واحد مع الصفر الناقص واحد مع صفر في هذا المكان وعندنا القيمة الحدية المحلية العظمى اللي هي الصفر مع الأسية الأسية هي إثنان فاصل واحد وسبعون بالتقريب في هذا المكان هنا يشبه الجبل هكذا ننشئ شيء مثل الجبل الآن ننطلق في عملية الرسمة إذا جئنا إلى عملية الرسمة هنا أبنائي فأكيد إذا أتينا نأتي من هنا ونصعد هكذا هكذا وهكذا إلى هذه القيمة الحدية العظمى ها هي أمكم هنا في جدول التغيرات انظروا من هنا إلى هنا ثم نتجي نحو الصفر إذن وهنا نأتي إلى هذه المماس يعلينا أن نحترم هنا هنا هكذا إذن أعيد في هذه النقطة هنا ها هو المماس هنا هكذا انظروا من ناقص واحد إلى واحد يعني من هنا إلى هنا المنحنى يكون أسفل ها هو أسفل ثم من هنا إلى الزائد ما يكون فوق إذن فنكمل الآن هكذا ها هو التجين هو يسايلنا الصفر فقط ونقطة التماس هنا يخترق إذن هنا يخترق المماس يخترق المنحنى ما هو التفسير الهندسي للمنحنى المماس يخترق المنحنى أن هذه النقطة بالضبط يسمعوها جيدا لأن قد يمكن أن يقول لك فسر أو فسر ذلك أو ماذا سنتجب علينا نقول أنه هذه النقطة هي نقطة ماذا نقطة إنعطاف لماذا نقطة إنعطاف هي أحد أن المماس يخترق المنحنى من أحد شروطها ونكتب هنا ماذا ونكتب هنا نسبة إلى فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالسحول عفو الترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته